ارفع قواعد قبلة للناس الذنيا خلي أسمع فجاج الأرض راجلة وراكبتان تمي هديا تركت وأنبياء تعاقبوا من خير جين يكفي بأن الله قد شرع السلام على الخليل يكفي بأن الله قد شرع السلام على الخليل الحمد لله رب العالمين على البراق في رحلة مع جبريل يشق بها عنانا السماء يستأذن له صلى الله عليه وسلم عند باب كل سماء وترحب به الملائكة ويبدأ باستقباله الأنبياء نبي تلو آخر من آدم إلى عيسى إلى إدريس إلى يوسف إلى موسى وهارون وهكذا حتى يصل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصل النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم فيرحب به ويحييه لكنه قبل أن ينصرف من إبراهيم يخبره إبراهيم بكلمات لكن قبل تلك الكلمات يقول له إبراهيم يا محمد أقرأ أمتك من السلام عليه السلام عليه السلام من أمة محمد كما سلم عليها وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالله عليك يا شيخ هذا النبي الكريم إبراهيم يرسل سلاما لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع نبينا مر صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وكلهم سلموا عليه لكن النبي الوحيد الذي سلم علينا هو إبراهيم لأن هذه الأمة قد تعلق قلبها بحب إبراهيم وبين أمة محمد وإبراهيم انسجام وكثير ما تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إبراهيم وحسبك أننا في صلاتنا نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما بارك الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فكأنما محمد صلى الله عليه وسلم وأمته جزء وحب لإبراهيم وأمته ولا عجب فهو ابن من أبنائه هو من سلالته هو من نتاجه إنه من سلالة إسماعيل وإسماعيل ابن لإبراهيم لقد كان هذا الاسم الطيب المبارك إبراهيم يدوي حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل للحب الله كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في لحظة من لحظات الصفاء والنقاء يا عائشة إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضبة قالت فمتى يكون ذلك كيف لحظ ذلك منها صلى الله عليه وسلم إلا لحبه وحنانه وإحسانه ورعايته وعنايته قالت كيف يكون ذلك يا رسول الله قال إذا قلت ورب إبراهيم فأنت عني غضبة وإذا قلت ورب محمد فأنت عني راضية قالت فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله والله لا أهجر إلا إسمك سؤال لماذا كانت عائشة رضي الله عنها تنتقي هذا الاسم الطيب المبارك من بين أنبياء الله جميعا لعلمها بحب هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام لأبيه إبراهيم فكانت إذا غضبت من رسول الله تقول ورب إبراهيم بل كان عليه الصلاة والسلام يجعل يده الشريف الطيب المباركة على رأس الحسن والحسين على رأس صبطيه وريحانتيه من أهل الجنة ويقول أعيذكما كما كان أبوكما أبوكما إبراهيم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ماذا قال لهما؟ أبوكما إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما زال حاضرا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك أنه صلى الله عليه وسلم لما رزق بولد بعد فترة من موت أبنائه سماه باسم أبيه إبراهيم بل دخل فرحا للبيت وهو يقول رزقت الليلة بمولود سميته باسم أبي إبراهيم إبراهيم من حبه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويوم أن مات ذلك المولود الصغير إبراهيم ذرف عليه الدموع وجاشت نفسه وسالت عينه حتى قال بعضهم أتفعل هذا وأنت رسول الله قال هذه رحمة ثم أتبعها بأخرى فإبراهيم حاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل عندما فتح الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكة ذلك اليوم العظيم الفتح المبين الكبير مكة التي يحبها ودخل صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت وجعل بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وبعصات صغيرة في يده يجعلها على رؤوس الأصنام ويقرأ قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتغدو جذاذا ثم يهم بدخول البيت صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا بالأصنام قد وجدت في الكعبة فيأمر بإخراجها صلى الله عليه وسلم ويدخل إلى الكعبة البيت الذي يحب يا طالما طاف بنواحي يا طالما قبل ذلك الحجر فيه يا طالما مسح بيده الشريف عليه الصلاة والسلام في ركن اليمان منه يدخل إليه صلى الله عليه وسلم وقلبه يخفق حبا وشوقا لهذا المكان الطيب المبارك وفجأة وإذا بوجهه يتمعر ويتغير فما الذي غيره وأغضبه لقد رأى صلى الله عليه وسلم صورة في جدران الكعبة لإبراهيم ولإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله والله ما استقسم بها قط ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يمسح جدران الكعبة بماء زمزم حتى تعود نقية من هذه الفرية على خليل الله إبراهيم بل إن المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه بذكر الله ويستفتح ليلته بذكر الله يتحصن بتلك الأذكار والتحصينات التي وردت عن حبيبينا صلى الله عليه وسلم وإذا من بين تلك الأذكار ما يذكرنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين بل ينظر قرن دين محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم حنيفة وما ذلك إلا لأنهم على ديانة واحدة نحن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد إبراهيم عاش على ثرى مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم عاش على ثرى مكة هو الذي سمان بالمسلمين ولذلك أبناء المسلمين والمؤمنين الذين يموتون وهم صغار أين يكونون حدثنا نبينا صفينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبناء المؤمنين الذين يموتون دون الحنث دون البلوغ أين هم؟ قالهم على جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم سبحانه وتعالى إلى أهلهم في يوم القيامة حتى أبناؤنا الذين يموتون وهم صغار دون البلوغ ينالون من هذه الكرامة فيكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام وفي كفالة سارة عليه السلام فيكونون في الجنة على جبل منها إلى أن تأتي الساعة الفاصلة في يوم القيامة ويردهم مولاهم إلى أهليهم تطييبا لهم انظر إلى إبراهيم كيف نلنا من بركته في الحياة وبعد الممات وما تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف قدر نبي الله إبراهيم وتشهد بصدقه حتى في يوم القيامة عندما يسأله ربه هل بلغت الرسالة ثم يطلب من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتأتي أمة محمد لتشهد لإبراهيم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة كيف لا ونحن ما زلنا على ذلك الدين القويم الذي بدأ به إبراهيم وسار على خطاه نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم دين التوحيد فنحن نشهد له ونشهد الأنبياء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم نشهد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الأنبياء كلهم قد أدوا ما فرض الله عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى نشهد يا إبراهيم أنك خليل الله فسلام الله عليك يا إبراهيم وعلى أنبياء الله جميعا وعلى نبينا محمد سلام على إبراهيم آثاره بقيت لنا نسكا ومنهاجا فضيل بيت عتيق زمزم ومقامه نقش نصير ومشاعر للحج أرساها لتشرع بالدليل خير البرية من وفى لله فاتخذ الخليل خير البرية من وفى لله فاتخذ الخليل